رقم جديد تطرحه الأمم المتحدة في معرض الحديث عن الأزمة الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية برعت الأمم المتحدة في رصد المحتاجين للمساعدات ممن قادتهم الحرب إلى حافة المجاعة ومستنقع الأوبئة والأمراض القاتلة وكانت بارعة أيضاً في حساب مقدار الحاجة بالنظر إلى عدد المحتاجين لكن تلك الحسبة كانت تتم وفق مبدأ الربح والخسارة فكانت هي وعديد من المنظمات الرابحة الأبرزة من الأزمة الإنسانية التي تفتك باليمنيين خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي تحتاج إلى أكثر من أربعة مليارات دولار حسب تصريحات فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الذي طالب المانحين بسرعة تمويلها هذه الخطة والمبالغ المطلوبة تضاف إلى خطة سابقة ومبالغ كبيرة كانت الأمم المتحدة قد وزعتها على منظمات دولية ومحلية تعمل في اليمن يرى الكثير أنها أصبحت دوائر مغلقة للفساد المالي وهو ما يعني أن هناك خللا كبيرا وفرقا واضحا بينما تحصل عليه الأمم المتحدة باسم اليمن وبينما يحصل عليه اليمنيون من مساعدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر